شبيهة بمعارك الحرب العالمية الثانية بدأها الرئيس الروسي بتعيين جنرال جديد لقيادة العملية الروسية في أوكرانيا وعمدت موسكو إلى مضاعفة كتائبها شرق أوكرانيا وتزويدها بالعتاد العسكري الأكثر ثقلا تحضيرا لمعركة الحسم التي يعززها استلاء الوحدة الروسية مؤخرا على مدينة إزيوم الشرقية ما سيربتها بقوات أخرى في دومباس دومباس حتى معركة قديمة بالنسبة لموسكو بالعودة إلى حرب 2014 وهو ما يجعل قتالها مختلفا عن باقي المعارك التي خاضتها في المناطق الأوكرانية الأخرى دومباس تشكل أيضا موقع استراتيجيا بالنسبة للقوات الروسية حيث ستكون خطوط الامداد أقصر بالإضافة إلى الوصول السريع للبحر وكذلك ستكون حركة التنقل الروسية نحو الأراضي الأوكرانية أسهل وإن كان زيلنسكي قد وصف القادمة من الحرب في أوكرانيا بالأصعب فإنه أكد أن قوته المتمركزة في دومباس البالغ عددها أبعين ألفا على أتم الاستعداد لمواجهة الروس وما يحسب لصالح الجانب الأوكراني في إقليم دومباس هو معرفته الجيدة للإقليم مع خبرتهم في القتال في شرق أوكرانيا كونها تخوض المعارك في إقليم دومباس منذ عام 2014 وحسب خبرها فإنما يعزز قوة أوكرانيا هو الدعم الغربي لها بإمدادها بالأسلحة والمعدات الحربية كل هذه المعطيات تنذر برؤية محللين بأن أمد الحرب سيطول في انتظار ما ستسفر عنه لغة السلاح ترجمة نانسي قنقر